مشروع تربية الأرانيب بالمغرب من المشاريع التي تحظى بالإقبال نظرا لعدم احتياجها لرأس مال كبير ومساحة كبيرة لإنشائها كما أنها تعد من المشاريع المربحة جدا بما أن لحوم الأرانيب تتميز بالفوائد الكثيرة وطعمها المتميز لكن هذا الربح من هذه المشاريع لا يكون دائما مضمونا إذ إذا ارتكب المربي أو المربية لبعض الأخطاء فإن المشروع بأكمله يكون عرضة للضياء في هذه الحلقة بإذن الله سوف نتطرق لمجموعة من الأخطاء التي تسبب في خسارة المشروع وفشله بشكل نهائي عدم تحصين الأرانيب وإهماله يسبب في موت الأرانيب بسبب الالتهاب الفيروسي أو الذموي عدم إعطاء الأنتى استراحة بعد الولادة وتلقيحها في الأيام الثلاثة بعد ولادتها مما يؤثر في صحتها والصحة وأوزان الخلفاء الجديدة علاج الجرب في حالة متأخرة بسبب عدم الاهتمام والمراقبة خصوصا إذا كانت الألثة في أيامها الأخيرة قبل الولادة فعلاجها في الوقت المتأخر يؤثر في صحة الأم والرضاعة قلت تهوية المكان أو انعدامها وانتشار رائحة غزة الأمونيا الذي يؤدي الأرانيب عدم الاهتمام بالمراقبة المستمر للأمهات وفحص مكان الولادة والخلفاء مما يسبب في موت الأم والخلفاء دخول العديد من الأشخاص لمكان تربية الأرانيب إذ أن الأرانيب تكون متعودة على شخص واحد وعلى رائحته ودعوتك لأصدقائك أو مربي أرانيب آخرين أو الاقتراب منها يؤثرها بسبب كثرة تروائح ويؤديها مما يؤدي إلى الافتراس أو الموت زواج ضكر وأنت من نفس الدم وذلك من خلال تلقيح أنت من ضكر من نفس الدم كأن يكون إخوة مما ينقص عدد الخلفة ويسبب تفاوت في أوزان الصغار عدم مساعدة الأنت عند الوداذة وحقنها بحقنة تساعدها في الوضع مما يؤدي إلى موت 90% من الخلفة بسبب الاختناق قيام الأنت بافتراس أبنائها أو التسبب في موتهم بسبب قلة خبرتها وعدم قيام المربي بمساعدتها في الولادة والإرضاع وتجهيز مكان الصغار ووضع شعر الأنت فيه لكي تتأكد أنهم أولادها من خلال الرائحة هذه بعض الأخطاء التي يقوم بها المربيين والتي تؤدي غالبا إلى نفاذ أو هلاك المشروع لذلك ننصح كل مربي ومربية وكل من أقدم على مشروع تربية الأرانيب أن يهتم جيدا بالنظافة والتعقيم فيجب تنظيف الأرضية والقيام بتهوية المكان جيدا لأن مخلفات الأرانيب تقوم بتنشيط بكتيريا على الأرض بالإضافة إلى غزة الأمونية الضار لذلك فوجود مرحب بالمكان ضروري لإخراج الروائه المراقبة المستمرة فالأرانيب مخلوقات حساسة جدا لذلك يجب مراقبتهم بالصمرار وإذا وجدت أرنب مصاب بإحدى الأمراض فيجب عزله لكي لا ينقل العدوى للآخرين وإعطائه الذواء المناسب ومراقبته حتى يشفى ثم إعادته مع الآخرين ابدأ بمشروع صغير فعند تربية الأرانيب فما عليك إلا تعلم العديد من الأشياء عنها فمع المدة ستكتسب الخبرة إضافة إلى الاستعانة بالإنترنت للتعلم حول هذا المشروع أو القيام بدورة تكوينية مبسطة لكن دائما نقول لكم مرحبا بكم في قناتنا قناة طور تيفي قناة المربي بامتياز نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الأفضل شكرا على إخلاصكم لقناتنا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته